شاركت أكثر من خمسين مقاطعات في ولاية كاليفورنيا بما يعرف بيوم الهواء النقي في الولاية حيث تشجع الحملة والمشاركين فيها من مؤسسات حكومية وخيرية وتجارية المواطنين على استخدام وسائل النقل العامة للمساهمة بتقليل تلوث الهواء في الولاية شاركت عبر استخدام الدرجة الهوائية وهي تمنحني فرصة أفضل للتنقل من السيارة وأحتاج فقط الكهرباء لشحنها ولاية كاليفورنيا التي فاق عدد سكانها لتسعة وثلاثين مليون نسمة شهدت زيادة في استخدام وسائل النقل الخاصة وجعلها موقعها الجغرافي المتميز موقعاً استراتيجياً للإستراد والتصدير وحركة السفن وهي أسباب وضع الهواء خمسة مدن من الولاية على قائمة أكثر للمدن تلوثاً في الولايات المتحدة نواجه أزمة بيئة طارئة تقرير الأمم المتحدة وضعنا ضمن المرحلة الحمراء للعالم كله علينا التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري وإبقاؤه في الأرض والتوجه نحو الطاقة المتجددة ارتفاع نسبة الحرائق في الولاية خلال السنوات الماضية والنمو الاقتصادي الذي شهدته عدة مناطق منها سيليكون فالي موطن التقنية والشركات التكنولوجية الأمريكية عاملان تسببا في تدهور نقاوة الهواء في عدة مدن فيما قدمت مدن أخرى فرصاً لاستخدام وسائل النقل العامة مجاناً لتسجيع المواطنين على المشاركة في حملة تنقية هواء الولاية منظمات حماية البيئة تواصل مطالبة بإيقاف الحفر وإنتاج النفط والوقود في الولاية لا سيما بعد التسرب النفطي قبال تسواحل مقاطعة أورنج والمستمر منذ أيام ستيفن نبيل الحولة لوس انجلس